موسيقى يتعادل مع البترولي فريق ام بواحد واحد بدأنا المقص على شمال الشاشة بتمريرة امامية يحطوها عند صالح موسى اللي بيعمل انطلاقة من قدام التمنتاشر والداية هجومية وهو ميدو جابر وطالع له منطلق حسني فاتحي انما ميدو هو اللي هيتقل ويلعب عرضية حلوة في المكان الفاضي عمر الناجدي لو عده في منتهى الخطورة والرقابة موجودة جوه المنطقة من احمد سامي وعبد الحميد سامي ورجع لهم كمان من وسط الملعب الطيب ملعوبة في المرمة في منتهى الخطورة مرة واحدة انما محمود حمدي يطلع حسام عشور تاني الهاجمة موجودة والضغط حلوة مفيش راية انطوي خطيرة خطيرة مش ممكن اللي فاتت انما اللعبة اللي فاتت دي كانوا هيزيدوا بيها وكان لسه لعبت المقصة موقفوش بشكل مثالي في وسط ملعبهم تاني عبدالله سعيد من بره المنطقة حلوة التزديدة مفاجئة سعيد وصالح موسى رجله تقيلة شكله هيزقول هل هيسحب عماد متعب؟ يبقى تبديل اول انما نشوف معمولة في المرمة خطيرة مش ممكن اللي فاتت جول 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 الهدف الاول ميف من اللي عملها احمد سامي ولا ميدو؟ احمد سامي هو اللي جابها مش ممكن اللي فاتت احمد سامي السنتر هافوي السردباك التاني انما عملها هيت في مرمة شريف اكرامي في المقص اللي كان مركز ان هو يعمل عرضية وراحين على اهاب جلال هيسأل عنها طبعا صعب على شريف اكرامي انما مسئوليته الزاوية دي حتى لو راح خد الزاوية لو فاكل قدام خد العيف في ظهر ومشي بيها انما مستني دربة ركنية والغاية ما ينزل احمد سامي بيلعب عشرة الفريق الفيومي جوه التمنتاشر خطيرة خطيرة حلوة وخرج حصام عشور الاتنين الكبات انتغيروا وليد سليمان احتجوا التمنتاشر انما ضربة الرأس برا الملعب ما يطلعش فيه الهجمة اللي فاتت مؤمن وهاني سعيد عكس البداية الموسم اللي فات مع جريده تماما صبر رحيل عرضية في منطقة الخطورة عمر جمال مش ممكن اللي فاتت في منطقة وليد سليمان يتحرك له ممكن يدخل التمنتاشر بالمهارة يلعب عرضية ايفونا 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 مش ممكن خطيرة حسن فاتح هاني سعيد تاني ملعوبة من برا التمنتاشر تزديده جمده ابو بكر النما وقت كبير حسن غالي مستني تتلعب الضربة الركنية جوه التمنتاشر يشيل الدفاع تاني التزديد عبدالله سعيد حلوة خطيرة خطيرة ترجمة نانسي قنقSam ترجمة نانسي قنقر